بسم الله الرحمن الرحيم في علم الأنسجة الستولوجي نبدأ نتكلم على ال-connective tissue النسيق الضم ال-connective tissue نوع عبارة عن connected different organs together found everywhere موجود في كل مكان في الجسم and supportive role اللي عبدور مهم في الدعام connecting different tissues together بيربط الأنسجة مع بعضها connective tissue usually contain لازم يبقى فيه أول حاجة طبعا فيه blood vessels فيه nerve endings نهاية عصبية فيه cells فيه خلايا and these cells نقسم بنشاط طول فترة الحياة they never accept the two outside اللي قلنا دايما انه متعرض للخارج أو الاسبيس سواء كان الداخل أو الخارج ده كنا بنسميه الابثيلة التيشو نسيق الطلاعي لكن الconnective tissue never exposed to outside they are found under all الابثيلة التيشو ده موجود تحت الابثيلة التيشو and also surrounding the muscle cells يحدد بالأليافة العضلية الخلالة العضلية والنروس والأعصاب وعشان يبدأ يتكون النسيق الضام لازم يبقى فيه ممكن تقول عليهم اثنين أو تقول عليهم ثلاثة أول حاجة لو قلنا عنهم ثلاث أشياء والأول حاجة فيهم والخلايا في الحالة دي بتبقى موجودين في مكان واحد صحيح لكنهم بعيد عن بعض موجودين في إطار صحيح لو نسيق الضام لكنهم غير ملتحمين مع بعض زي الأنسيق الطلاعي الفايبرز وده بروتينو فيلمينت أنواع الألياف مختلفة المادة الأساسية المادة الأساسية المادة طبعا غير خلاوية ذات سبريتسل الخلايا دي عن بعضها يبقى فيه خلايا فيه فايبرز مختلفة وفيه كمان جراوند سبستانس هذه هي ثلاث أشياء ثلاث أشياء لازم تقول عليهم ونتا بتكلم عن النسيق الضامية ممكن تقول عليهم بيتكونوا من جزئين بس تقول عليه إيه؟ إنه بتكون من sills خلايا زائد المتريكس زائد إيه؟ المتريكس يبقى تقول sills عن دماتريكس أوكي تقول Sills وFiber و GROUND سبستانس أوكي لان المتريكس ممكن تقول عليه أنه عبارة عن GROUND المادة الأساسية مع الألياف في الحالة دي يبقى نسيق الضام بيحتوى على شيئين بس اللي هما السيلز والمتريكس لو قلت انه بيحتوى على ثلاث اشياء فصص المتريكس انه عبارة عن السيلز فايبرز and ground substance اما ديك تصنف نسيق الضام وانواع مختلفة على حسب ايه يعني قوام طبيعة المادة الخلالية او الاساسية لو هي semi fluid شبه سائلة وده موجود في الكنكتف تيشو بروبر في ناسي قضام الاسيل في او تكون fluid وده يبقى في البلاد واللمف بلاد واللمف او تكون semi solid وده الكارتليج او تبقى الصولد وده موجودة في البون وده موجودة في البوني وهما اربع اشياء يبقى semi fluid fluid semi solid and solid and ايه solid اللي هو موجود في البوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى